إذا المشاهدين الأكرم في الفقرة الطبية لهذا الصباح نتحدث عن الاستعداد لأطفال الأنابيب فعندما يأس الأزواج من إمكانية الحمل الطبيعي يفكرون في الإخصاب المعملي يعلّه يقربهم خطوة من إنجاب طفل وإن لم ترزق بعد بالطفل فهناك أشياء يجب أن تعرفها قبل القيام بعملية أطفال الأنابيب حتى تدرك أبعاد وتبعات هذه العملية ومدى قدرتها على مساعدتك في تحقيق حلومك الكبير القيام بعملية أطفال الأنابيب يعني دخول تجربة نفسية وعاطفية ومالية ليست بسيطة وستؤثر على جميع جوانب حياتك أنت وزوجتك والاستماع لمن خاض التجربة أو الأطباء المتخصصين ربما يجعلك أكثر وعيا بجميع أبعاد العملية هذا ما سنتحدث عنه اليوم لذلك سعدنا أن نرحب الدكتور عمر الصلاحات استشارية نسائية والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب صباح الخير يا دكتور صباح الخير سعد أبو جزاك معنا دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور كل مرة يتطور العلم الأطفال الأنابيب عموما ليس الموضوع جديد له ربما فترة موجود قديم جديد ولكن تتطور دائما طيب حبي نعرف منك من هم الأشخاص الذين يجب عليهم أن يتجهوا إلى آخر خطوة نحو إنجاب الأطفال الأنابيب عادة إذا حكين عن العلاج التأخر في الإنجاب اللي هو لما يكون مثلا إحنا مار عليها الزوجين تقريبا ثانية زواج أو يكون عمرهم عادية وما في صار حمل أو أنه يكون ثانوي مثلا اللي هو اللي مش الأولي الثانوي أنه ست شهور أو يكون مثلا عمرها فوق الأربعين أو خمسة وثلاثين خلينا نحكي ولسه ست شهور صار لهم الزوجين وما صار في حمل بهذه الحالة إحنا منتدخل فإحنا عشان نتدخل أولا بدينا نعرف شو الأسباب اللي هي أسباب اللي صارت مثلا أدت إلى أنه تأخر في الإنجاب أو العقم فمن حسب الحالة اللي هو الأسباب والحالة تبعت الزوجين الحالة الصحية والنفس ومثلا تحكي الأعمار وشالة زيك هي بتأثر ألينا كثير من قرر شو طريقة العلاج الأمثل إليهم اللي هو حسب شو المشكلة عندهم مثلا إذا كانت مثلا أعمارهم فوق الخمسة مثلا عمر الزوجي فوق الخمسة وثلاثين نحن لا نستطيع أن نعطيها محفزات عادية أن يصير فيه أحمال عادية أنه مثلا تلقيح داخل الرحم فهذا الحال لنلجأ للمباشرة الأنابيب في حالات أنه مثلا بتكون مشاكل عند الزوج أنه مثلا عدد الحيوانات المنوية قليل جدا ممكن حتى أنه نضطر أنه نصحبه نصحبه فبهذه الحالة أنت ما مش رح تصير معنا حمل عادي ولا تلقيح صناعي فمنطر أنه نروح لحمل الأنابيب أو لهو الحقل المجهري ففي بعض يعني مثل هاي الحالات حالات بتكون تسكير القنوات بلوب كاملة ومنحاول أنه نفتحها مثلا ما بتفتح فبهذه الحالة منطر أنه نأخذ البيضات خارج الجسم الجسم الزوجي نلقحهم ورجحهم مرة تانية لهو طريقة حمل الأنابيب فهي بهذه الحالات أو الحالات اللي بتسير مثلا أنه أنه متكررة أنه حاولنا أنه الحمل الطبيعي أنه يستير ما زبط عملنا تحفيز بيكون ما في عندهم أسباب يعني هوا بقول لك أسباب غير مفسرة أو تأخر في الإنجاب أو عقم غير مفسر نعطيهم عدة علاجات وما تحس ما استفادوا على هاي الأمور كلاتها فمنتطور شوي شوي بالطريقة لغاية ما نوصل لطريقة الحمل الأنابيب يعني هي ممكن تكون أخر مرحلة بعد ما تقربوا كل الوسائل نعم وهي بتحتاج أكيد كثير من الخطوات والإجراءات أكيد كيف يستعد الزوج والزوجة لحمل بأطفال الأنابيب؟ نحن نحن نحكي عادة الاستعداد العادي اللي هو تقريبا البروسس كامل يعني الخطوات كاملة تقريبا تأخذ بحدود الأربعة سبيع اللي هو أسبوعين لغاية ما تسير الإباضة وسبوعين لغاية ما يثبت الحمل كامل له تقريبا من أربعة سبيع إلى ستة سبيع أنا بفضل دائما أنه يكون في شهر قبل التحضير هذا وهو إعطاء بعض الفيتامينات للزوجين اللي هو اتباع النظام غذائي صحي أسلوب حياة صحية الرياضة الابتعاد عن التدخين والأمر الأشغالات اللي ممكن أنها تسبب فشل في حمل أنابيب هذا الكلام للرجل أو للمرأة؟ لا للزوجين هذه بنعطيها تقريبا نحكي أنت بتحكي شهر قبل ما نبدأ بالسيكل تبعنا اللي هو الحمل أنابيب يعني بالعادي بيحكوا أنه تقريبا أربعة سبيع ولكن أنا بيحكي تقريبا شهرين نحن بنعطي فيتامينات تحسين اللي هو الكواليتي اللي هي النوعية والنفسية كمان بالنسبة للحوالات المنوية والبويضات بعدين نبدأ فيها بحمل أنابيب اللي هي عبارة تحفيز نعطي عبارة تحفيز للبويضات من نكبرهم لغاية ما يفصلوا لعدد وحجم معين نصحبهم خارج الرحم نعمل التلقيح المجهري أو اللي هو الحمل الأنابيب ممكن هيك أو هيك ونرجعهم بعد مثلا تاني يوم تالت يوم أو خمس يوم بعد ما نصحبهم للرحم عادة ونستنى تقريبا أسبوعين لغاية ما يطلعنا نتيجة الحمل الإيجابية نحن تقريبا تخلصنا بالإجراءات طيب دكتور الأحعب أسألك سؤالين كم هي نسبة نجاح الحمل الطبيعي عادة عندما يكونوا الزوجين في علاقة زوجية عادية وكم هي نسبة النجاح فيما يتعلق بأطفال الأنابيب نسبة الحمل للناس الطبيعيين ما في عندهم إشي من الزوجين جديد وما في عندهم أي مشاكل لا أنه كبار بالعمر ولا أنه هذا أمورهم كويسة تقريبا 18% فنعطيهم مجال عشان هيك بنحكي 6 شهر تقريبا أن 18% كل مرة كل شهر على مدى كل شهر كل شهر نسبة أنها تحمل 18% لما نحكي عن أنه مثلا بالحمل هو الحمل الأنابيب نحن منوصل تقريبا إذا كانت عمرها أقل من نحكي من 35 سنة فمدون منحكي تقريبا بحدود 40-44 بربيب جميل إذا ارتفعت نسبة ضعفة ترتفع كتير هناك بعض الشالات التي نعملها ممكن أنها تزيد ولكن عالميا نحن نحكي أنه هيك مثلا فيه لسق أجني فيه الهاتشينغ اللي هو الليزر فيه اختيار مثلا التشوهات والشالات زي هيك ممكن أنها تأثر هاي الشالات كلاتها تحضير المرأة قبل وبعد وهذه الشالات ممكن أنها تزيد النسبي فإحنا نحكي مقارنة أنما تحكي أنت مثلا 44 بالمئة مقارنة مع 18 نسبة كويسة ولكن كل ما يزاد العمر تبع المرأة كل ما قلت النسبة يعني إذا حكينا فوق 40 سنة بتوصل تقريبا بحدود 11 بالمئة ولكن فوق 45 ممكن 2 بالمئة بس هذا هو الحمل الطبيعي لا حتى الأنبيب حتى الأنبيب الحمل الطبيعي يكون أقل بكثير طبعا لأنه بتكون النوعية يعني نوعية البويضات اللي بتطلع بتكون رديئة وعددهم بيكون قليل فبتكون أنه النسبة تكون أقل طبعا طيب دكتور ذكرت النظام الصحي المفروض أنه يعني الزوجين يتبعوه قبل الطفلة الأنبيب أو عمل هذه العملية هل في مثلا حاجات محضورات مفروض أنه يعني محد يسويها قبل ما يفكر أنه يعمل هذه العملية عملية أطفال الأنبيب آه فيه طبعا هلأ إحنا بنحكي عنه مثلا من الشرات اللي بتأثر على فشل اللي هو نجاح سمنة سمنة المفرطة إن كان عند الزوج أو الزوجي بعطينا نتائج سيئة فلازم يكون مثلا اتباع حمية معينة التقليل الرياضة الرياضة ضرورية بهذه الشلات اللي بتعاد عن الشلات اللي ممكن مثلا التدخين مثل ما حكينا الكوفيين اللي قهو هذه زيادتها طبعا الأكل يعني أخذ الفيتامينات اللي بتساعد على أنه يكون فيه تحسين للحيوانات المنوية والبويضات وزيادة عددهم يعني في بعض الحالات أنه مرات نحن نعطي الفيتامينات بتكون العداد قليلة مثلا من حياته المنوية بتكون الميرفولج اللي هي الطبيعية بتكون قليلة فمع الفيتامينات هذه تتحسن فهي فعالة لهذه الشلات من الأكل الصحي طبعا إحنا بنحكي دائما نحكي الفاست فود والأمور الدهون الزيادة الحلويات وهي تقلل منها ويزيد البروتينات العادية النباتية والحيوانية مع مثلا الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الفواكه مثلا فواكه مجففة مكسرات هؤلاء كثير بساعد الطرفين تمام يعني لا جانب التدخن اللي ذكرت أنه حاجة محرمة تماما للناس اللي حابين اللي يحملوا بلها طبعا كثير بدأ أثر على طيب هل ممكن أن نحدد أو الطبيب يحدد مع الزوجين إذا ممكن في حالة أنه يحصل معهم تعدد أجنة أو يحمل بتوأم مثلا هل ممكن هذا الموضوع يسبب مخاوف حتى للزوجين كيف تكون الصورة هذه أو لو ممكن توضح عادة هذه نسحب البيضات ونلقحهم بعد فترة معينة نأخذ عينة من الخلايا من الأجنة هذه ونحصل الكروموسومات طبعا من البي جي دي في بعض الحالات أنه تكون في ناس عندهم مشاكل عائلية المراض وراثية في بعضها متعلقة بالجندر إن كان ذكر أو مثلا بعضهم متعلق بهذه الشرات وفي بعضهم بتكون لحالها فإحنا عادة نأخذها ونعملها كامل بنفعص الكروموسومات وفي بعض الحالات بنفعص الجنات الموجودة عليها ونقدر نحدد هل هو ذكر أو أنثى ونقدر نرجع مثلا نختار اللي هو الأفضل في مثلا بنفعص البتا والإدورد هؤلاء المشاكل التي تكون متعلقة بهذه الأمور كلتها بنفعص هم ومختبرات يعني أنت تأخذ عينة من الأجنة وترجعهم مرة تانية فما في أي مشاكل فيها بالعكس هي تزيد نسبة الحمل مرات بتوأم حل التوأم جرة العادي زمان أنه يصحبوا عداد أجنة كثيرة ويرجعوا عداد أجنة كثيرة فكانت جوز الزمان لنسمة أنه تكون واحدة مثلا حامل أربعة توائم خمس توائم ستة توائم في بعضهم فبهاي الحال عادة أنه أنت مزبوط كلما رجعت أكتر أجنة كلما زادت فرصة يعني النجاح عملية الحمل الأبيب ولكن مش نجاح أن تولد الواحد طفل طبيعي لأنه غالبا كانت كلما تزيد عدد الأجنة كلما كان مخاطر اللي هو الإجهاد أكثر مخاطر الأولاد مبكرة أكثر ومخاطر دخولهم من الخذاج وأنه ما يصفي يعني آخر شيء يصف ولا يعني كلهم بتوفوا للأسف بتكون أكثر فالعالميا هللا برجعوا جنين واحد الدول العربية برجعوا جنين أو ثلاثة مثلا في بعض الحالات فكلما أنت رجعت أجنة أكثر كلما كان نسبة الحمل تكون أكثر ولكن مش بالضرورة إذا أنت رجعت أن تزيد الحلقة أنه يصبح حمل ولكن يمكن الاثنين يروح ويمكن يضل واحد دكتور هناك من يخاف من خلطة الأجنة ما هو خلطة الأجنة وكيف يمكن يحدث خلطة الأجنة هذا يعني أنت تتكي عن مراكز مأخوذة عن مراقبة من وزارة الصحة مراقبة من النقابة وهذه الأمور كلها فغالبا يعني خلطة الأجنة أنه مثلا تحط جنين لشخص ثاني كان مثلا أنك مثلا مريضتين يأتي مع بعض أعطوه الأجنة أنه تبدلوا مثلا الأجنة هذا ما بتصير هذا لأنه كلها تتكومنت بتصير ونحن متتبع أول بأول يعني ندخل مع العملية في غرفة عملية واحدة مثلا من سحب البويضات مباشرة بروح البويضات على البليد اللي هو المكتوب اسم الموثق كامل اسم المريضة وزوجها وحيوانات المنوية نفس الشيء بعض الأيينة فبظل أنه كل شيء مكتوب كتابة وموثق كلها تحت يعني ما ما بتغير أنه نحط جنين مش إلها جنين مش لا لحد تمام طيب يعني هل ممكن يحصل أنه في ناس مروا بكل الخطوات قبل الوصول إلى عملية أنابيب أطفال وما نجحش معهم الحمل الطبيعي دخلوا في أنابيب الأطفال بدأوا في هذه العملية وكرروا أكثر من مرة وما نجحت هذه العملية هل ممكن تحصل هذه الحاجة بتحصل هذه وعادة عشان نكون في يعني كون الزوجين فهمين الوضع كلات وشفافية واضحة قبل ما نبدأ بأي حمل أنابيب يكون عارفين مثل ما حكينا أنه في نسبة نجاح أنت بتحكي تقريبا 40 لغاية 44% إذا مثلا حسب العمر طبعا إذا كان العمر كويس ممكن يكون أقل من هيك فمنحكي نسبة النجاح الحمل القدي بداية راح تكون فنبدأ بالخطوات هذه 1 2 3 4 في نسبة نجاح وفي نسبة فشل فهي يكون عارفين يكونوا مهيئين نفسيا عساس أنه فيه احتماليات هيك وهيك إذا ما تزبطت ممكن المرة بعدها ممكن المرة بعدها في بعضهم عمل ثلاثة واربعة واخر شي نجح 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 الرابعة فلازم تكون أهم شي النفسية تكون مرتاحة مرتاحة بالزبط لأن مثل ما حكيت بالبداية هي عامل عاطفي نفسي مادي كل شي يعني تحسين يتدمرون نفسيا ما يكونوا حاطين أملهم أنه خلص حمل أنابيب مناتومية بالمئة غلط هذا لحكي يعني أن أن راحة الأمور انتهى كل شي فتحس أنه كان خيبة أملي كبير فلا تكون يعني ما أطيهم أنه في هيك وفي احتمالية نجاح دكتور ما هي نصائحك على خير لكل من يريد الإقبال على أحمال الأنبيب مثل ما حكينا أنه يكون عارفين شو لكل شي في نجاح وخسار بنفس الوقت أنه يكون مهيئين نفسيا أهم شي عاطفيا ومعنويا ومعنويا عند نقطة ماديا لماذا دكتور كم تتكلف هذه العملية عادة حلأ التكلفتها تقريبا بالأردن تقريبا بحدود من 2000 إلى 3000 دولار مع المختبرات مع كل الأدوية مع الإبر التي تلقي تقريبا هيك الأسعار يعني يكون واحد تتكلفة مادية لما تتعلقها كمان مرة مثلا مرتين أو ثلاثة تتكلف كل مرة وخاصة من أول مرة تزوط مهم لا يوجد مشكلة يضيك عافية يا دكتور شكرا جزيلا لك دكتور عمار الصلاحات السشاري النسائية والتوليد شكرا لك دكتور أهلا 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 أهلا